العراق رحي على أبواب انفجار عظيم القوى الشيعية اللي هي أعطاها الاحتلال أنها هي السلطة الرئيسية يعني رئيس الوزارة وأهم الوزارات من الشيعة وجزء من بعد آخر من الأكراد وجزء من السنة القوى الشيعية رحي في صراع وصراع قوي جدا وكانت آخر هذه الصراعات زادت الأمور توترا طبعا الموضوع متوتر عندهم منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يستطيعون يشكلوا الحكومة بالمعنى الحقيقي وداروا انتخابات وعودوها إلى آخره ولكن مما زاد الأمور هو التسريبات المالكي يكتبوا فقط ربما في لايف قادم كاش ما يكون وقت تكلموا لها بشكل موسع لكن تسريبات المالكي هذه أحدثت ضجة رهيبة لأن هذه التسريبات تهجم فيها على جزء أساسي من الأكراد بارزاني وجمعته وتهجم فيها على جزء أساسي من السنة خاصة هذا البرلماني الحلبوسي يسموه وتهجم خاصة وهذا هو اللي بالنسبة إليه مفزع على قيادات شعية كبيرة منهم الصدر مقتدى الصدر ومقتدى الصدر هو القوى السياسية الأولى في العراق وله نسحب نهائيا نسحب نواب نتاعه مما أخطر وضع خطير جدا لكن المالكي هذا اللي هو عميل إيراني مباشر ودائما إيران هي اللي يتحرك فيه شن هجوم عنيف جدا كانوا حلفاءه حتى في الحشد الشعبي وفي الغريء كما يقولوا الآن خصومه وخاصة على مقتدى الصدر ومقتدى الصدر هو أكبر قوى شعية من حيث العدد سواء برلماني أو الشعبي فالأوضاع في العراق على أبواب أن لا قدر الله تروح إلى حرب أهلية شعية شعية ستكون مدمرة أكثر مما كانت الحرب الأمريكية على العراق ثم الفتنة اللي دروها بين الشيعة والسنة وأدى إلى ذبح مئات الألاف من السنة وأيضا موت عشرات الألاف من الشيعة ثم داعش وما داعش وما أدى إلى تدمير باقي المدن خاصة الموصل والفلوجة وأدى إلى مقتل مئات الألاف أو اقتطاف أو العراقيين خاصة من السنة ولكن الآن ينتقل الأمر إلى الشيعة ووضع سيء وسيء جدا هناك ربما نرجع له في لايف قاتل